مرحبا بكم بقناتي تعلم العود مع رضوان عود وتراد اليوم راح نقول مقدمة لو تعرفين للمطرب عبادي جهار تعب عود الأغنية من على مقام رست الري مقام رست الري في عنا دون الصديز وفي عنا فان الصديز على مفتاح أصول راح نشوف المقام ري مي فان الصديز إذا هون بالأصبع الرابع عمودية سول لا أصبع ثاني سي طبيعية في عنا هون الدون الصديز بالأصبع الأول بأول الوتر وبعدين الر وممكن كمان نستخدم الدون الصديز سوف نستخدم الدو ديز عمودية تحت الإبهة إذا هذا بالنسبة للمقام رست الري كمان راح نحتاج للدو نصف ديز بالقرار هاي بالنسبة للمقام رست الري أول شي المقدمة راح شحها ببطء لأنه فيه جمل سريعة اللي هي تافاتيفي اللي هي إقاعه وإقاع عربي إقاعه باعي هون الجمل كله سريعة راح نتدي أول شي بالجملة الأولى اللي هي ببطء هاي أول جملة حقيقة هي جملة أسرع من هيك بس للبداية هي ري دو سي لا سي لا سي لا سي لا سي لا سي لا سي دو ري مي ري فاري هذه الجملية تنتع 때 نتعاد ري دو سي لا سي لا سي لا سي لا ele ري مي ري فاري الجملة الثانية تشبهها lsufa mi ri mi ri mi ri mi ri mi mi ri mi ri mi ri mi fall sul la sul si sol الثانية تنتعاد تنيجها لي تافاتيفي تافاتيفي اربع مراتadamente لا تنتعاد طعم- الجملة بعدها هنا استخدمنا دو طبيعي وتر مطلق فا سي لا دو سي لا صلا لا صفا فا نصد يز فا سي لا صفا سي لا صول فا سي لا صول ري مي فا صول فا لا صول مي صول فا فا مي ري الجملة اللي بعدها راح نحول للدو ديز اللي هي راح تكون ري دو ري دو ري دو مي ري ري دو دو سي ري دو هنا استخدمنا دو ديز والسي بيمول نحن حولنا واستخدمنا مي طبيعي ممدودة مي طبيعي منعيدة ري دو ري دو ري دو مي ري ري دو دو سي ري دو دو سي دو سي دو سي ري دو دو سي سي صل سي لا بعدين نحن نرجع لالسي طبيعيه والدو طبيعيه صل سي سي دو لا دو سي السيلة صل فا صل لا لا سيلة لا صو الصفا صل سيلة صفا مي ري هون على ما سريعه سول سي لا سول فا مي ري نتابع سول سي سي دو لا دو سي فا سول لا لا سي سول سي لا بعدين آخر جملة ليه ري مي فا ري ري مي فا سول لا فا مي ري ري مي فا سول لا سي دو سي لا تنعاد هاي طبعا مرة تانية رمي فا ر رمي فاصل ل فا مي ر رمي فاصل ل س до سلا سو فا مي رئ والاخر جملة هي نفس الجملة اللي ببتهينا فيها اللي هي ر مي ر فا ر تنعاد اللي هي مثل ما أنا تفاتفي تفاتفي اربع مرات ري دو سي لا سي لا سي لا سي لا سي دوري مي ري فاري بيعيدوا هاي الجملة كمان مرتين تانيين وبفوت بالغناء لو تعرفين يا مكسرة هاي بالنسبة الى شرح مبساط لأغنية لو تعرفين كمقدمة من على مقام رست الري اذا عجبكم الفيديو لا تنسونا من اللايك والشير وتابعوني على موقع www.عودودrad.com حاليا من هول نهاية السنة في عنا عرض على الأغاني وعلى تعلم العود على موقعي لمزيد من التفاصيل ياريت اذا مهتمين ممكن تتابعوني على موقعي اللي ذكرنا او ممكن تتواصلوا معي عن طريق الواتساب او التليجرام على رقم التليفون او الايميل الموجود بسندوق الوصف تتمنى لكم كل التوفيق